جيد أن نسمع من اتلاف النصر والحكمة أنهم لا يراجعون للمربع الطائفي وهذا شيء جيد خليني نقول بصراحة أستاذ أحمد أن العراقيين بعد تجربة حرب طائفية وبعد تجربة صراعات وانقسامات عنصرية وعرقية وبعد تجربة مع الجماعات الأيديولوجية العقائدية المسلحة سواء كانت السنية قاعدة وداعش أو الشيعية الميليشيات الولائية وغير الولائية الموجودة وصلوا إلى قناعة أن الدولة لا يمكن أن تبنى على العقائد ولا يمكن أن تبنى على أساس الشعارات المطلقة والمقدسة لأن بالنهاية الدولة هي عبارة عن شوارع بلطة ومدارس للأطفال ومستشفيات ومؤسسات خدمية مي وكهرباء ومجاري هذه ما لها علاقة ولا تتعارض لا مع دين ولا مع قومية ولا كذا لكن استخدام الدين والقومية وغيرها من الشعارات العنصرية لها أسباب وأهداف سياسية حتى يصلون للسلطة